أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالطارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خابية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أغذة رابية إنا لما طغى الماء حمل لكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تغفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في غيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ألك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة فرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون أنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقابيل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم